هل السبب في وضع نادي الزمالك الحالي هو الخلافات اللي على مدار سنين كتير جداً ما بين رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور والأصبق مامدوح عباس؟ هو طول ما حاجبه لك إزاي مثلاً أنا أمير مثلاً بيديني في الموضوع ده مامدوح عباس دفع اللي هو حاجز الأرصيدة على دفع الفلوس الدفع على النادي أنا ضد ان لأي حد يصرف عن النادي ضد إن حد يصرف عن النادي طبعاً ده نادي الزمالك ده نادي الزمالك طب أنا النهاردة دفعت دفعت أنا محبة للنادي ما تجيش النهاردة وخلي بالك أنا مش هاسخب بالنادي أنا غريش شغال وماليش في بتاعي بس أنا دفعت طب أنت عندك خلاف بين اثنين طب بين النادي الزمالك زنبو إيه؟ فيه خلاف انسى بالعكس لكن النادي زمالك وفي الاخر اللي هيوع منها النادي فانا كنت ضد الفكرة ما هو انا بسألك السؤال دليل لان مثلا رئيس نادي زمالك السابق مرتضى منصور عين دنف الأستاذ ممضوح حباس راح قل الدرايب خلي بالكم انتوا عندكم فلوس عندنا فروحوا واحجزوا على الحسابات بتاعتنا عشان ممضوح حباس ما ياخدش فلوس انت متخيب؟ انت عارف انت بتقولوا داي يا جماعة دنز زمالك انا بحكيلك انا معاك امير انت بقولك بص الدنيا راح تلفين في الاول والاخر انا ممكن اتخانق معاك هنا النهاردة وانا شغال معاك بس البرنامج مالوش دعوة البرنامج مالوش دعوة لكن انا النهاردة اما انا كون موجود انا لازم ابقى اعارف انا الفلوس امتلحها فين اصلا منفعش امير نجز مالك في فترة كبيرة جدا صفقت 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 واستقررت ومرة واحدة مفيش ظروف نادي الزمالك بتشوف مين المتسبب فيها انت اتكلمت على ظروف نادي الزمالك في وسط كلامك شايف مين المتسبب في ظروف نادي الزمالك بص انا 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 بالنسبة لي كنادي الزمالك انا مش جوه المطبخ امير يعني انا النهاردة اما اكون جوه يعني انا النهاردة عديك مثال ممكن مدرب مايلاعبش العيب فانا بقعد قدام التلفزيون انا انت الله اعلم ممكن العيب ده يكون مصاب العيب عنده كذا انا مش جوه المطبخ لكن اللي انا انا عايز اقوله اللي نادي الزمالك مايستحقش كده امير طبعا 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 نادي الزمالك يعني الواحد بيصعب عليه اللي ممكن بتحط في موقف كتير الواحد يعني بيبقى في صدمة او بيبقى في حزن النادي الزمالك ده امير بص محترامي لاي حد نادي الزمالك خيره على اي حد اشتغل فيه اكيد فيه ناس وانا واحد منهم انا لو ماشي في الشهر ما حدش عارفني انا ملعبتش في الزمالك كتير خلا بالك فريق او انا عبت سنة كنت بره كنت بره بص لعبت سنة بس متعرفتش غير عن طريق نات الزمالك صح لو اشتغلت في اي حتة اقولك امير عازمي اللي كان ملع في الزمالك صح او اللي كان مدرر في الزمالك او 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 فالزمالك خيره على ناس كتير فيه ناس ممكن ما كانتش تحلم اللي هتتعرف وربنا خلى نات الزمالك سبب اللي هتتعرف مظبوط مظبوط فالكيان ده خيره على الناس كلها اكيد فنتمنى للكيان ده اللي كان خيره عليه يشتغل بحب ويشتغل لمصلحة النادي طب الحلول ايه؟ انا دايما احب اتكلم في الحلول لان الزمات معروفة للنس بص الحلول ايه؟ انت دلقتي عندك مجلس ادارة الرئيس مش موجود نائب الرئيس مش موجود في بقية المجلس هيكمل كان فيه على مدار الساعات اللي فاتت او اليومين تأتي اللي فاته ان فيه تفكير ان المجلس ده كله يقدم استقالته وبعدين استقرروا في الاخر ان المجلس ده هيكمل انت معانه اتجاه فيهم ايه الاصلة هنقل الزمالك الحلول تتمثل في امن وجه الزمالك بص انا بالنسبالي حتة المجالس المعينة دي ما نجحتش غير في مرة واحدة ساعة سنة الدكتور كامال ده رويس 96 مما اجيه وكان والده اللي رحمه في المجلس خده افريقيا 96 والنادي الزمالك عمل طفرة من 96 ل2002-2003 ايه صح لكن غير كده تعال بص على النادي الاسماعيلي اللي جان بص على النادي الزمالك ممكن برضو لجنة نجحة طبعا بس انا النهاردة نادي الزمالك ما ينفعش يعني مش النادي الزمالك من الصغار اللي كل شوية لجان 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 يبقى المجلس يكمل بس انا النهاردة هكمل انا اما اجيه اشتغل فنزة مالك انا اعرف اللي النادي عنده مشاكل مادية وعنده كذا 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 لأنا اجي عشان احلم مظبوط معظم الادارات الامير في مصر يقولك اول ما رئيس النادي ينجح احنا جايين ومعندناش دعم ومعندناش بتاع ومشاكل المجلس اللي فات ويقعد يهد اللي اتعمل قبل كده عشان يبني هو انا جاي اجيب استثمار للنادي اجيب فلوس النادي فيه الدماغ اللي بيتجيب الفلوس انت فهمه قصدي